خمسة أمور لا تضيع جهدك أو جهدك فيها دي نصيحة بيقولوها بعض خبراء في مجال علم النفس بيقولك إن فيه أمور ما تضيعش جهدك فيها أول حاجة بيقولك ما تضيعش جهدك مع ناس لا يقدمون لك الدعم والمساندة بمعنى إن انت في حياتك بتقابل ناس كتير جدا التعارف مطلوب والروح السلام في التعامل مع الناس كلها مطلوب طبعا لكن هو بيكلم على العلاقات المركزة أو تركيز العلاقات فبقولك ما تركز علاقاتك مع ناس لا يقدموا لك الدعم مش ما قوله تقعد مع ناس دايما بيكلموك كلام سلبي بيحبطوك ما بيشجعوكش إن انت تطور من نفسك إن انت تذهب خطوات متقدمة في سبيل حياتك وده طبعا إحنا دايما بنقوله لي يعني أبنائنا وأصدقائنا من الطلبة والطالبات لما تيجي تختار صاحب وتقعد مع واحد صاحبك أو صاحبتك ما تقعدش مع حد يقولك ما تذكريش ما تقعدش مع حد يحاول إنه هو يخلي ليك مشاعر سلبية في العلاقة بين الشاب أو الشابة وأسلطة يعني دي كلها من الأمور اللي الواحد مفروض ما يحطش فيها تركيز أو يعطيها اهتمام فدي أول حاجة ابعد عن الصداقات أو العلاقات اللي ممكن بتنقلك أو بتديك روح سلبية أو لا تشجعك على التقدم أو إن انت تحرز نجاحات في حياتك الأمر الثاني اللي بينصحونا برضو ما نحطش جهدنا فيه إنه إحنا منعودش نفكر ليه النهار الناس بتقول علينا إيه يعني فيه ناس بتضيع جهدها إلى درجة كبيرة في التفكير الناس بتقول عليها إيه ده بيفكر فيه إزاي ده عايز مني إيه ده ليه قالي الكلمة دي ده بيعمل ليه كده معايا يعني أنا مش عايزين نضيع جهد من تفكيرنا إنه إحنا نبص على حياتنا في مرئات الآخرين لأن ده مهلك لا هنعرف نرضي كل الناس ولا هنعرف إن إحنا نحقق رغبات كل الناس يعني فيه إحدى قدسات بتقول لك لو حاولت أن أرضي جميع الناس لو وجدت نفسي عند باب كل واحد تأيها يعني أحفظ نفسي ويعني أحب كل واحد وأحفظ نفسي من كل واحد زي ما كانت بتقول كده بمعنى إنك مش تقدر ترضي كل الناس ولو مشيت وراء كلام ده وكلام ده وكلام ده مش عارفت حالي حالي كل واحد ليه شخصيته المستقلة وتفكيره فلا يشغل باله بما يقوله الناس عنه الأمر الثالث لا تضيع وقتك في علاقة من طرف واحد الواحد بيزعل كتير جدا لما الواحد بيحبط أو بيكسر رجاءه أو بيعشم كتير وما بيلاقيش فبصت لقيه دايما إنه هو مش قادر يدرك إن الطرف اللي قدامه أيا كانت طبيعة العلاقة أو أيا كان هذا الطرف هو بالنسبة له شخص عادي لكن أنا بنظله إنه شخص مهم جدا بالنسبة لي واحد عادي بيقابله كل يوم ممكن يبلطيف معاه وكل حاجة لكني لست شخصا خاصا بالنسبة له فعشان كده بنصحون بيقولك العلاقة لمن طرف واحد دي ابعد عنها لإنها دايما تحبطك أنا بتعشم ما بلاقيش أنا بسأل هو ما بيسألش أنا بفكر فيه هو ما بفكرش فيه ونبدل نعيش في هذه التجارة الأمر الرابع بيقولك ابعد عن الناس اللي بتدور عليك في المناسبات مش ابعد عنهم إن أنا يعني أقطحهم لا لا بالعكس يبقى فيه سلام ورجاء لكن في كل الأحوال أعرف إن الشخص ده بيخبط عليها وقت المناسبة بس لما يكون عايزني في حاجة برا الحاجة دي أنا ما بلقهوش هو مش معايا مش جنبي مش متواصل معايا مش معنى كده إن أنا أكره مش معنى كده إن أنا لأه بادله حب أو حتى أساعده إذا عرفت أساعده أنا ما بتكلمش في دي أنا بتكلم فكرة إن أنا أعرف في داخلي وفي يقيني إن الشخص ده مناسباتي يعني سيأتي فقط في المناسبة الأمر الخامس ما تضيعش وقتك في مشكلة ما تخصكش يعني دي نصيحة بي دايما بقولوها علماء النفس ناس كتير تبص تلاقيها بترهق نفسها وتهدر تقتها وقتها في حاجات هي ما تخصهاش في حاجة أنا مش ضد إن تساعد حد إذا حد طلب منك المساعدة وتقدر تساعده ساعده إذا كان في موقف إيجابي تقدر تعمله وعمله لكن أنا بتكلم على فكرة إن الإنسان يشغل باله بمشاكل وحكايات وقصص الآخرين في الوقت اللي محدش بيطلب منه حاجة أو محدش بيقوله تعالى قدم مساعدة أو محدش بيطلب منه خدمة لا يعني في كل الأحوال الواحد إذا كان يقدر يقدم عمل إيجابي أهلا وسهلا لكن مايفضلش يشغل باله بمشاكل آخرين في ناس بتوصل لمستويات كبيرة جدا إنه ما تفكرش في نفسها وطول النهار بتفكر في غيرها فلان متخاني مع فلان فلان ما بيكلمش فلان فلان قابل فلان قال له كذا أصل فلان تكلم في الموضوع لفلان وفلان رد عليه وأصل دول كانوا بيكلموا في التليفون قال له كذا نسمع قصص كتير جدا وفي الآخر حاجات ما تخصناش لكنها بتهدر وقتنا وطاقتنا وجهدنا خمس نصيح مهمين جدا ما تضيع شوقتك مع ناس ما لا يبنوك ولا يقدمولك التقدم في حياتك أو يشجعوك على التقدم ما تضيع شوقتك في ناس طول النهار بتدور هما بيقولوا عليك ما تجريدش بالك الناس بتقول إيه عيش بفكرك وأسلوبك ما تضيع شوقتك في علاقة من طرف واحد كن دائما حافظ على العلاقة اللي يكون فيه طرفين فيها الأشخاص اللي بيجوا فقط أو بيظهروا في المناسبات إحنا عارفينهم فمنفكرش كتير ونتعشم كتير الأمر الخامس لا تضيع جهدك ووقتك فيه موضوع لا يخصك خمس نصايح مهمين نفسية بتساعد إن إحنا نقدر نحسن علاقتنا بالآخرين ونبعد عننا بعض الأمور اللي ممكن تساعلنا وتشغلنا ترجمة نانسي قنقر